من فاريس ينضم إلينا ناصر زهير الخبير في العلاقات الدولية سيد ناصر يعني الآن هناك خطوات بدأت بالفعل الدول الأوروبية اتخاذها في عقوبات أو في معاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي ما هي أبرز هذه الخطوات؟ تم الحديث فقط عن تشكيل لجنة مشتركة لبحث هذا الخلاف نعم اللجنة المشتركة هي أولى خطوات الذهاب إلى آلية فضل النزاع يمكن أن يكون هناك اجتماع للدول الأوروبية بالشراكة مع روسيا والصين وبعدها إذا ما تم تأكيد بأن إيران انتهكت الاتفاق النووي وقامت بتخصيب الإيراني بنسب كبيرة ولم تتراجع عن هذا الانتهاك يتم تحويل الملف إلى مجلس الأمن ويتم فرض العقوبات ولكن باعتقادي هي الوقت لازال مبكرا على هذه الخطوات هي الدول الأوروبية اتخذت الخطوة الأولى بالتزامن مع زيارة إمانوال بون إلى إيران بمعنى أنها رسالة إلى طهران بأن الأوروبيون جدون في موقفهم وجدون في إعادة فرض العقوبات في حال لم تتراجع إيران عن زيادة نسب التخصيب إيران أعلنت بأنها ستعطي فرصة للأوروبيين لمدة 60 يوم للإفاء بالتزاماتهم أو زيادة التبادل الاقتصادي فيما بينهم وتعويض العقوبات الأمريكية إمانوال مكرون قال بأن هناك فترة إلى الخامس عشر من يوليو بمعنى ليست الستين يوم بل إلى الخامس عشر من يوليو فقط وبعدها سيكون هنا خطوات وهذه الخطوة اليوم هي رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين مع تواجد إمانوال بون الذي باعتقادي يحمل رسالة أو مفاوضات الفرصة الأخيرة الآن هل هذه الزيارة يمكن ترجمتها في سياق أنها زيارة تحذيرية أو رسالة تحذيرية أم أنها بداية خط المهادنة مع إيران إمانوال بون ذهب برسالتين رسائل ترهيب بمعنى أنه سيكون هناك عقوبات أوروبية في حال عدم التراجع وسيكون أيضا هناك عقوبات أمريكية جديدة وكان هناك حديث ما بين ترامب وماكرون قبل زيارة بون بيوم وهي رسالة أيضا تهديد أمريكية وكان حديث لبينس بأن على إيران أن تفرق ما بين التهديئة الأمريكية وما بين استفزازها لعمل عسكري ويمكن أن يكون هناك عمل عسكري سواء كان أمريكي أو ضربات إسرائيلية للمفاعلات النووية في حال زيادة التخصيب إلى النسب الكبيرة التي تحدثت عنها إيران وهي 20% وأيضا هناك رسائل باعتقادي من أوروبا والولايات المتحدة من أوروبا بزيادة التبادل الاقتصادي بقدر محدود ومن الولايات المتحدة بهدنة اقتصادية إلى الذهاب إلى مفاوضات يعني يمكن للولايات المتحدة أو ترامب أن يقدم للأوروبيين في وسطتهم أن لا يفرط عقوبات جديدة أن يخفف بعض الضغط على تصدير النفط خاصة مع تركيز الصين أو تصريحات الصين بأنها ستستمر باستيراد النفط الإيراني ويمكن أن تتغاضى الولايات المتحدة عن هذا الأمر مؤقتا إلى أن يتم الذهاب إلى مفاوضات ولكن في حال استمرار نسب التخصيب بالسرعة المعروفة الآن أو التي صرحت عنها إيران بأتقادي سيتم تفعيل ألية حل النزاع وسيتم الذهاب إلى فرض عقوبات أوروبية وهذا ما لا تريده إيران إيران تصعد طيب طهران أيضا بعثت برسالة ضمنية لترامب بأن يعيد حساباته من خلال دعوتها له لحضور اجتماع الخمس عشر من يوليو كيف تقرأ ذلك؟ بأتقاد إيران هي تعرف بأن ترامب لن يأتي إلى التفاوض ولكن هي دعوات أو رسائل بأننا نريد التفاوض يعني عندما يصرخ ضريف بأنه لا يمكن لأحد ردع إيران عن طموحاتها النووية ليست هناك طموحات نووية الآن في الوقت الحاضر هناك خروج من أزمة اقتصادية كبيرة وعقوبات اقتصادية كبيرة على إيران هي رسائل للولايات المتحدة بأننا لا يهمنا موضوع التخصيب بنسبة كبيرة بل نريد المفاوضات ولكن ليست المفاوضات بالشروط الأمريكية بالنسبة للإيرانيين إذا ما ذهبوا بالشروط الأمريكية هي استسلام بالنسبة لهم وهم لا يريدون ذلك أيضا ترامب لن يتراجع في موقفها الحالي إلا عن قبولهم بشروطه التي وضعها وباعتقد أن هناك قضايا غير الملف النووي هي القضايا الشائكة هناك قضايا خارج الاتفاق النووي هي سياسات إيران في دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط سياسات التدخل في دول الجوار كل ذلك مطروح على الطاولة في هذه المفاوضات وليس فقط الاتفاق النووي أو تخصيب اليورانيين نعم إذن السيد ناصر زهير الخبير في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك